تفاصيل مقتل ثلاثة من أبناء إب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الأعزاء كتل ثلاثة من أبناء إب رصاص مسلحين في خلاف على قطعة أرض بالحبان في بعدان وقالت مصادر أن مسلحا فتح النار على ثلاثة مواطنين من أبناء إب وهم معاز محمد صالح الزيادي ويوسف علي مصلح حجاج وإبراهيم علي مصلح حجاج وأرادهم قتله على الفور نتيجة خلاف على قطعة أرض وبحسب المصادر فإن خلاف النشب بين الضحايا وأحد المتهبشين الذين كان يريد الاستلاء على قطعة الأرض التابعة للمجن عليهم مما جعله يرتكب جريمته في وسط الأرض المتنازع عليها بمنطقة الحبان شمال مدينة تعز وأشارت المصادر إلى أن الضحايا ينتمون لمدرية بعدان شرق مدينة إب وتسببت النزاعات على الأراضي في مقتل وإصابة العشرات من اليمنيين في مختلف المحافظات وباتت تتصدر السبب الأول في ارتكاب الجريمة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم اللهم أمين مقتل ثلاثة من أبناء إب برصاص مسلحين في خلاف على قطعة أرض بالحبان نسأل الله العظيم لهم الرحمة والمغفرة وأن يرزق أهلهم وزويهم الصبر والسلوان أعذاء المتابعين وبكذا بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته